موسيقى سالخير بجدد اتحية بحضراتكو مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكو العيادة من اكتر المواقف المحرجة اللي ممكن يمر بيها اي شخص هي انه يخش يقيس لبس في مكان ويلاقي اللبس مش جاي على مقاسه عشان ده عنده زيادة في منطقة البطن او عنده زيادة في جسمه ككل او راح يركب اسنصير فتلاقيه خدم مكان 3 اربعة او جاي يركب عربية فمش عادر يركب العربية لانه واسنه زيادة او مش قادر يمشي مسافة قليلة جدا لانه لما بيمشي بينهج ومش قادر يتحمل انه الدهون اللي القلب شايلها واللي المفاصل شايلها موضوعه صحب جدا فبتلاقي الواحد نفسيا وصحيا حالته مش لطيفة وما هي الظريفة وهو نفسه بيتأثر بشكل كبير جدا وفي حاجات كتيرة قوي في حياته ما بيقدرش عامل احنا دا كلين على او احنا في الصيف موظم الناس بتروح تصيف اي حد عنده زيادة في الوزن الدرجة الاولى التانية التالتة بتحس انه يعني هنزل ازاي بمنظري ده تحس ان فيه ضرفير نازل المية وشكله ما بيبقاش حلو ومش محبز ان انت تبصله ده الشكل وصحيا بيكون مع الوقت بيكون في حيات كبيرة جدا تكاد تكون انه بيحتاجي غير مفصل في بعض الاحيان حلقة النهاردة هيكون معايا حد من القامات الكبيرة جدا فيه موضوع جراحات السمنة ولما اقول قامة كبيرة ده معناه انه انا بتكلم على حرافيته فيه جراحات السمنة واختيار نوع الجراحة المناسبة لكل عيان وده اللي بيخليك تبقى متطمن قوي وانت رايح لجراح بيهتي ربنا قوي في الجزئية دي وبياخد قدر المستطاع في ذهنه طول الوقت انه لازم اعمل افضل اجراء مناسب للمريض عشان اوصل بالمريض ده لافضل نجاح كن معايا النهاردة الدكتور محمود علي مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة المفرطة بكلية طب جامعة القاهرة دكتور محمود برحب بيك اهلا بيك يا دكتور محمود والسمنة الاكتر حاجة يمكن مؤزية لو سألتك كده يعني تحت السمنة لو فتحت لك القوس كده هتقول لي ايه خلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم السمنة المفرطة اصبحت ترند ده حاليا والحديث عنها لان السمنة المفرطة مش بس منظر نقدر نتنمر عليه لا هو مجموعة من الامراض المصاحبة للسمنة قد يكون فيه علاقة ما بين حدوث السمنة نفسها وحدوث الامراض المصاحبة لها يعني مثلا لو احنا بنتكلم على السكر فالسكر من النوع التاني هتلاقي نوعية الاكل ونوعية الحياة اللي عايشها المريض تسببت في حدوث الاثنين السمنة المفرطة والسكر من النوع التاني السمنة المفرطة او السمنة المرضية يعني مصطلح بيطلق على زيادة الوزن فوق رقم معين من معامل كتلة الجسم مع بعض الامراض زي السكر من النوع التاني زي ارتفاع ضغط الدم زي ارتفاع الدهون الضرة بالدم زي مشاكل المفاصل والفقرات زي طاقف التنفس في أثناء النوم وكمان البي سي او مثلا متلازم التكايس المبايد في الستات اخر حمل على السيدات اه 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 بيبقى كومبليكس كده مع بعضه بتلغبط الضغط الشعرية بتلغبط الجسم كله بشكل الزيادة في الوزن مع تكايس المبايد مع تأخر الانجاب يمكن بيبقى حلها في بعض الاحيان ان احنا نجري احد جراحات السمنة بحيث ان الوزن ينزل فالموضوع كله يتحل وده ما بقاش حل مباشر وبعض الاحيان التحويلات بيبقى من طباء النساء والتوليد لينا ان احنا ده الحل مش الموضوع ان انا ادخل اعمل دريلينج بس للتكايس المبيض لا انا محتاج انزل الوزن عشان ابدأ اعالج المتلازمة ككل فالسمنة المفرطة او السمنة المرضية مصطلح كبير يضم تحته حاجات كتير جدا العامل المشترك ما بينهم هو السمنة المفرطة ويمكن تيه حاجة اسمها متابوليك سندروم هو متلازمة الايد دي بيبقى فيه مواصفات معينة للمريض منها زيادة وزنه وزيادة محيط الوسطة او الخسر يعني والسكر من النوع تاني وبعض الامراض الاخرى فالمرضة دول بيبقى الحل الايدي اللي هم اما تغيير نمط الحياة بصورة دائمة او ان احنا نبدأ تغيير نمط الحياة ده بجراحات السمنة بمناسبة تكايوسات المبيض ويتأخر الانجاب في بعض اطباء النساء ما بيرداش يجري الايف اف او الحقن المجهري لو الوزن يكون ويقوله طب ولو المريض اصر وراح عملها في حتة تانية ما بتنجحش بنسبة كبيرة جدا 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 بتعدي 90% بسبب انه وزنه كبير جدا تكايوس مبيض فيه مشكلة فممكن في النهاية الحمل ما بينجحش او حتى عمليات الوسائل انجاب المساعدة حاجات عشارة الانقطة مهمة ان الطبيب لما بيبدو للنصح المريض بحاجة معينة ايوه غالبا المريض هو عايز مزبط اموره الاجازة بتاعته الوقت الفلاني انا عايز اعمل فيه كذا فبييجي طبيب امين ينصحه في شيء معين فيقول لا انا النصيحة دي لا تناسبني مع انها هي الاصحة وهي اللي هتدي له نتيجة سليمة فيستشير حد تاني بيكون رأيه ان احنا اه ممكن مدام انت طالب بغض النظر عن النتيجة خلاص احنا هنجوفرت طبعا يعني انا لو هنصح مريض هقول له لا يعني اسمع كويس اسأل كويس اكيد الدكتور اللي بيحاول يوقف شغله ده ويعمل انه هو يعمل لك عند وجهة نظر صحيحة يعني في بعض الاحيان اه يعني انت بتبقى يعني عارف فكرة المريض اللي بي اللي بيحاول يختار الجراحة في الوقت اللي ينسبه هو مش الوقت اللي هو مناسب لحالته لحالته اللي هتدي له نتيجة سليمة واللي هتدي له نتيجة كويسة بغض النظر يمكن ده بيقابلنا احنا في بعض المرضى يعني اللي عندهم خلط ما بين جراحات السمنة وجراحات التجميل اللي هو انا جاي اعمل تكميم انا جاي اعمل كذا ممكن يكون وزنه اقل من الاستدعاء الجراحي او الاستدعاء الطبي اللي انه هو يعمل العملية هو مثلا معامل كتلة جسمه 32 يا سيدي انت مش محتاج عملية وانت مجرد بس شوية تغيير في نمط الحياة وتعمل شوية رياضة وضايت كده بسيط الدنيا هتتحسن فجأة بتلاقيه بيكلمك بعد شهر انا عملت العملية مع عفلان الفلاني يا سيدي انت اصلا مش محتاج تعمل العملية وكلما كان المريض لا يستدعي عمل الجراحة دي كلما كانت المضاعفات غير مقبولة لان دي عملية جراحية لها بعض المضاعفات فساعتها المضاعفات غير مقبولة بالمرة واحنا قلنا المرة اللي فاتت نظرية الأسنصير لو انت في الدور الأول ليه تاخد الرزق انت تاخد الأسنصير يعني يعني الرزق دائما يكون مبني على وجهات نظر على قناعات مستعجل مسافر ومش عارف ايه هتجوز كمان مش عارف ايه فعايز الواج هو حل سهل يعني هو جراحة السمنة بالنسباله شايف انها حل سهل ما يعرفش بقى ايه المضاعفات اللي ممكن تكون بعد جراحة السمنة ممكن ان هي كان يستغنى عنها مش بس مديا ولا وقت ولا مجهود لا بشكل عايم انه ولو اتبع نظام حياة كويس او لايف ستال كويس ممكن الدنيا يكون احسن بشكل كبير هي في نقطة مهمة ان السمنة المفرطة مرض لا يتم علاجه بصورة دائمة يعني مش عشان انا عملتلك عملية خلاص انت كده تعليكت من السمنة المفرطة انت عندك احنا مش عارف احنا قلنا الكلام ده المرفضة ولكن الاستعدادات ايه اللي بيؤدي للسمنة المفرطة اما استعداد جيني وده الناسبة الاكبر فانت هيفضل عندك الاستعداد الجيني ده مش هيتغير يمكن احنا اللي بنقدر نلعب فيه شوية اللي هو العوامل الانفيرومنتال العوامل البيئية كمية للأكل طريقة الأكل الستدنتري لايفستايل اللي هو قاعد على طول اللي ما بيعملش رياضة اللي بيأكل سكريات كتير اللي بيأكل كمية أكل كتير اللي بيأكل فاس فود كتير فده اللي بنقدر متحكم فيه عن طريق العمليات لكن الجزء الجينياتيك ده مش هيتغير فدايما نقول ان جراحات السمنة هي بداية للحل وليست حل يعني ليست علاج ايوه هي بداية لحل مشكلة كبيرة جدا وباقي حلها في اتباعك لتعلمات الطبيب تغيير نمط الحياة يعني هو دايما الحل هو تغيير نمط الحياة ان المريض خلاص هيبدأ بالعملية دي هيبدأ نيو لايف ستايل هيبدأ يأكل أكل صحي بطريقة صحية احنا مشهوش على دايت يعني الفرق ما بين الدايت والمريض بعد العملية انه هو ما فيش نقطة الحرمان لكن لازم ياخد بالانس الدايت لازم ياخد حاجات هيلتي لازم يبقى عند ترتيب أولويات في الأكل يبدأ بالبروتينز والخضار والفاكهة الحاجات اللي فيها حاجات أنابوليكس البروتين ده عشان يبني عضلاته وجسمه والخضار وفاكهة ده مليام فيتامينز ومينرالز ده حاجة مهمة جدا عشان يكمل حياته بعد العملية ودائما نقوله ان انت بدأت الحل وليس ده نهاية الطريق وان انت كده خلاص حلت المشكلة لا انت هتفضل طول الوقت عندك هاجس ويجب ان يكون عنده هاجس ان هو ممكن يرجع زيد في الوزن ان هو عنده استعداد من البداية ان هو يزيد وزن وإلا ما كانش زاد وزنه في الأور كيس طيب احنا مرة فتكلمنا عن ايه هي انواع عمليات السن وقلنا النهاردة هنخصص الحلقة عن انواع عمليات وجراحات السن لحبنا نبدأ كده ايه هي انواع عمليات السن مش ايه هي جراحات السن حوال انت لما تيجي تتكلم على عمليات جراحات السن خلينا نقول ان احنا عندنا تلاتة برود ايتمز حاجات كبيرة اوي يمكن واحدة منهم مش بتعمل كتير اوي وفيه نوع عمليات تقييدي اللي هو انا بقل القدرة المريض على تناول الطعام يعني انا فكرتي كلها ان انا بدل ما كان بياكل سي مثلا نص كيلو هياكل ميك جرام فايس النوع التاني اللي هو هياكل نص كيلو زي ما هو بس مش هيستفيد بيه اساسا يعني اللي هو بيعتمد على سوق الامتصاص وفيه نوع هاجين ما بين سوق الامتصاص والتقييدي وده بياكل كمية اقل من الاول وما بيستفيدش بيها بالنسبة كم لو هنتكلم على النوع التقييدي فده فيه تلاتة عمليات كبار اوي يمكن اشهرهم على الاطلاق واكتر عمليات بتتعامل في العالم مش في مصر بس اللي هي تكميم المعدة وحنفرد لها الكلام باستفادة شوي وحزام المعدة المعدة وهو في افول حاليا يعني لا يستخدم كثيرا في الفترة حالية ده فكرته ان انا باجي دايق المريق من تحت عند الواسطة ما بين المريق والمعدة فبيدايق العينين هو في الاخر انا عملت له نوع من صعوبة البلعة وتمنه غالي وهو بيقى فيه ريزرفوار تحت الجلد كده فكل شوية رايح راجع من عند الجراح عشان ينفخ الحزام لو هو لماذا تلجأ له لا حاليا ما حدش بيالجأ له لانه سعره غالي جدا ونتائجه مش احسن حاجة في الكون وبيدايق المريض وبيعمل لما بنيجي نعمل عمليات تصحيح بعد الحزام بنلاقي تقريبا كل العينين عندهم تمدد في المريق وارتجاع في المريق فبيكون الحل ان احنا نعمل تحويل مصاري وبيبقى حصرنا فيه ناحية واحدة بس بحلول الحاجة التالتة في العمليات التقييدية هي عملية طي المعدة ويمكن انا من الجيل الجديد المناصر لطي المعدة على عكس اغلب الناس طي المعدة هي نفس فكرة تكميم المعدة هي تقليل كمية الاكل لضرية نوالها المريض بس ما فيهاش استخدام دبابيس ولا قص ولا تكلفتها اقل تكلفتها اقل شوية مش اقل كتير برضو لان احنا نازم بنستخدم منظر وجهاز كي ويد جهاز كي وما الى ذلك فهي تكلفتها الاريح شوية للمريض وزي ما قلنا المرة الفاتت ان التكلفة عامل مهم جدا في مصر احتيار اصلا في اختيار الشخص ده ممكن حد يتأخر شوية كتير خاطر ان هو بيختار جراحة تناسب لتكاليف المنديا بتاعته اه بس اذا اقلت له التكلفة بنفس النتيجة عن طريق طي المعدة اعتقد انه الموضوع يكون مناسب بالنسبة هي طي المعدة مناسبة جدا بشرطها شرط اختيار المريض صح المناسب بطي المعدة ان هو في معامل كتلة جسم معين ما يزيدش عنها ما يزيدش عن 45 ده في رأيي وانا يمكن رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت بالاشتراك مع مايو كلانك في الولايات المتحدة في المقارنة ما بين طي المعدة عن طريق استقنام المنظر المرن اللي هو من الفم وطي المعدة اللي بالمنظر الجراحي اللي هو تخصصي احنا وصلنا الى الحاجتين طول اللي هو ان احنا يجب ان احنا نختار المريض المناسب للعملية دي عشان نحقق احسن نتيجة ممكنة من العملية والحاجة التانية ان احنا نوصل لستاندرد التكنيك الى التكنيك خلاص احنا اتفقنا عليه ان ده احسن حاجة هتجيب نتيجة وده عن طريق تكنيك جراحي معقد شوية وبيتطلب مهارة جراحية اكتر من التكميم وباقي العمليات وبياخد وقت اطول شوية جوة العملية فكل العوامل دي ومفوش استخدام ده ببيس فبيخلي الجراحين مش حابين او قصة طي المعدة مجهود اكتر تكنيكاليتي اعلى وقت اطول جوة العملية تحتاج حرفية في ايد الجراح اللي بيشتغل عمليه الطي بالضبط عشان تطلحها لانها محتمدة على اللي شغال زي مثلا السونار نقول ده معتمد على اللي بيشتغل السونار فهيطلع لك كذا او هيمس كذا فنفس الفكرة انت دي عملية مش دبوس وبوجي بس لا ده انت محتاج تزبطها صح جدا عشان تطلع صح فانت محتاج حد عنده خبرة في القصة دي ويمكن النتائج المنشورة عنها كلها ويمكن مشكلة طي المعدة معلش انا اسهبت في القصة دي انا بشجع العملية دي شوية احنا بنشجعها ومش بس بقول بنشجعها بس احنا بنشجعها وبنقول اسباب بنشجعها ليه ونحط معانا المشاهد في صورة كاملة اللي حتى لما يجي يختار بعد كده تبعرفوا بيختار ازاي بالزبط احنا كنا بنقول الستاندرد تكنيك ان انت تزبطها صح وزي ما قلنا هو تكنيك معقد شوية وان انت اختار رعان صح وما يبقاش بايز بحاجة معينة حبت العملية او ان العيان ما هوش فلوس فانا هعمله العملية دي انها لو اخترت المريض المصح للعملية هتلاقي من اسباب فشل الجراحات السمنة لو جينا نتكلم عن اسباب فشل الجراحات السمنة وان في جزء منهم ما بينزلش في الوزن ان احنا اختارنا العملية الغلط للمريض واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان اختيار العملية بيبقى انديفيديولايزد يعني كل عيان ليه عملية مناس بليه هتلاقي طبعا هي الاختيرات محدودة فمش بنختار مليون ايو ايو عندك اربع خمس ايلي اقبت اختار منهم انا لما اقعد مع العيان بابقى متخيل مثلا دي شابة صغيرة في السنة 23 سنة وازنها 110 كيلو مثلا فانا بفكر في تكميل لكن لما اقعد مع العيان اقلاقى مثلا عندها ارتجاع في المريض اقلاقى ان هي من اكل السكريات بتحب تأكل جاتوات وسكريات وحلويات مزبوسة اوكا انا مش هختر لها تكميم اكيد انا مع انس الناس غير بس العيان دي لو اعمل التكميم هتجي لي بعد سنتين اعمل لها عملية تصحيح عشان خطر اصلح اللي انا عملته وعمل لها تحويل مصاري طبعا اكمل اول اختيار العملية اممكن ده ده عنوان كبير جدا فيه لما بني نتكلم عن اسباب فشل العمليات جراحة السنة مبعين عن اسباب الفشل دلوقتي ان شاء الله نتكلم عن اه نتكلم عنها نتكلم عنها نتكلم عن عن الطايي دلوقتي النهاردة في عمليات الطيل المعنى ده أنا بختار عيان وزنه معامل كتلة الجسم تقريبا قدي من 35 إلى 45 35 إلى 45 يعني ممكن لو قبل 35 شوية ممكن إحنا قلنا ده جري زون فما بنعملش الجراحات السامنا قبل كده لكن في بعض الأحيان قد تكون مناسبة لفئة معينة اللي هو حاول يعمل ضايت مرة واتين واتين واتلاتة ورياضة وفشل أو بيزيد جدا بعد ما يوقف الضايت أو ما إلى ذلك فإحنا دايما نسأله على أعلى وزنه وصله قد إيه ما بين مراحل محاولات الضايت دي وساعتها ممكن تكون حل مناسب في بعض الأحيان لكن في الآخر هي جزء من العمليات التقييدية لها ميزاتها ولاها عيوبها يعني إحنا برضو مش هنكمل في القصة دي قبل ما نروح على لا إحنا هنقفل موضوع طي المعدة وأنا هسأل هنا سؤال يمكن ماروش علاقة أوي بي طي المعدة ولكن أنا باعتبره واحدة من الجرائم اللي بيقوم بها الكثير من الناس وهي إنه يبقى واحد وزنه كبير جدا وبعض الناس إن كان بقى أطباء أو مدعيين لذلك بيدوا أدوية بتزود معدل الحرق في الجسم فالناس دي أعتقد إنه هم بييجوا بعد كده متبهدلين خلينا نقول إنه ده يعني كلمة إجرام دي كبيرة أوي حرفيا بنلاقي ناس لا أما هو أنا دايما بشوف إنه الإجرام هي فكرة إنه إعطاء علاج غير مناسب لمريض فهو أنت هتلاقي كل فريق بيسقف الفكرة بتاعته كويس تمام يعني أنت لما هتوعد مع حد من دكتور محموبة بيسقف للفكرة دي ألا هعمل كبير؟ لا أعمل كده أكيد هنعمل كده الفكرة يعني أنا من خلال شغلي بقابل بعض العينين يقولوا ده الدكتورة فلانة إداتني الدول العلاني ده مثلا فأقول لها وريني الدول العلاني ده علاج مالوش اسم مالوش علبة لأنها عايزة في الآخر ندخل في قصة إنها تشتري من عندها العلاج المبهم ده وأعتقد إن ده قانونا غلط وأخلاقيا غلط يبقى إجراءه وأنا لا أتفهم فكرة إن المريض يتقبل حاجة زي دي يعني هو أسواق المريض أو الطبيب مش بيصنع العلاج أكيد العلاج ده جاله من مكان من شركة أدوية بقى مستورد أين كان مستورد ليها طرق الاستيراد فلو هو مرخص هيبقى موجود في الصيدليات لو هو غير مرخص هيبقى فيه مشكلة في التعامل نفسه حتى بطريق التخزين بتاعته وما فيش حد عنده فكرة اللي هو أنا اللي بعالجه بس غيري ما يعرفش عالج يعني الطب ده معلومات بابليك كلها ومثود كلها بيتم أعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة فما فيش حد عنده الحل السحري مفيش مش موجود الكلام ده وفيه أدوية نزلت مرخصة وتسحبت من السوق لأنها كانت أثر على الكبد والكلة وفيه حاجات مشهورة آه عملت كده ثانيا إحنا نفسنا لما بيجي لنا مريض وزنه فوق معامل كتلة جسم 50 ما بنقولهش حاول دايت ورياضة غالبا مش هجي النتيجة يعني إحنا علينا جدا فده مش هجي النتيجة فأنت خلاص إحنا ممكن نجو عطول ما بقاش فيه محاولات لضايت ورياضة إنما تحت 45 أنا بنصح لعين بقوله أنت عندك الحلول المختلفة منها أن أنت تبدأ تحاول لو أنت محاولت الشاب لكده في تغيير نمط الحياة وضايت ورياضة وما إلى ذلك ولو أنت حاولت كذا مرة بنحاول مرة تانية لهو خلاص بقى استنفس كل المحاولات خلاص بنلجأ لإجراء من الإجراءات بتاعتنا لكن لو المريض دا جايلي من الأول معامل كتلة جسم فوق 50 لا أنا أقوله على طول يلا بينا خلاص فأنا بستقرأ بأن فيه ناس بتحاول المحاولات دي مع أوزان عالية جدا قبل ما أروح لعملية التكميم نسهب نجاح عملية طي المعنى تقريبا قدي طيب قبل ما أجاوب على السؤال ده إحنا هنرجع لورى 10-15 سنة كده في التجارب الأولية لطي المعدة هنا في مصر وده دايما أنا سميه التاريخ الأسود لطي المعدة في مصر وده السبب ليه؟ سبب ما أخذ الشيء سنة خلينا خلينا بآخر السنة لأما هو لازم أقول الكلام ده السبب بهم أغلب الناس على طي المعدة وأن هي مظلومة جدا في قوة الصديق ليه؟ لأنها وقتها كانت تعمل بتكنيج غلط هي كانت بتتم عن طريق قلب المعدة يدوب بغرزتين كده وخلاص لكن اللي احنا بنعمله النهاردة أو الستاندرد تكنيك اللي وصلنا له في البحث المشترك في رسالة الدكتورات بتاعتي مع مايو كلانك أنه نحن خلاص وصلنا الستاندرد تكنيك عن طريق كشكشة المعدة في صفين كل صف طولي بيتكون من صفوف عرضية كتير جدا ما بين كل صف عرضي والآخر صمتي وبيتم تدكيك بقى الطبقة الأولى اللي كلها متكشكشة دي اللي جوه بطبقة تانية طولية فده ما بيديش المشكلتين الكبار اللي كانوا بيحصلوا في الأول اللي هو أن المعدة هتفرت بسرعة جدا وأن ممكن يحصل مشكلة كبيرة اسمها أوت باوتشنج أن جزء من المعدة يطلع ما بين الغرز فأنا مستيب له مساحة فلا هتتمدد تاني ولا هيحصل قصة أوت باوتشنج دي ففي التجربة الأولية لها بقى من 15 سنة كانت النتائج مش كويس يعني من 15 سنة كانت النتائج فبقى فيه حكوم كبير جدا عليها اللي هي دي عملية فشلة لا يعني أنا خليني أقول أن ده مفهوم خاطئ تماما أنها عملية فشلة لا يعني مش عملية فشلة بالشرطين اللي احنا قلناهم لو المريض اخترناه صح وفهمناه صح وعقليته هتستوي بأنا فأقول إيه وعملنا التكنيك الصح فما ينفعش أجيب عيان معامل كتل الجسم 55 وقول له نعمل لك طاية معدى وهتجيب معاك نتائج عظيم لا مش هحصل كده نفس فكرة الحزام الحزام أنا لو استخدمته في عيان معامل كتل الجسم 55 مش هجيب معا نتيجة برد تمام فهي نفس الفكرة احنا هنختار العملية دي للمريض المناسب لها المناسب لها ونعملها بالتكنيك الصح أنا بقولك نتائجها زي نتائج التكنيك بزبط كام في المية لا هو مش كام في المية كل المرضى بيخسه ايو لا ما فيش مريض أنا هعمل له عملية ومش هيخس عملية الجراحة تساهمنا ومش هيخس في البداية أنا مش بتكلم على النجاح اللي انه يخس انه هو يرجع زيد النجاح انه يرجع يزيد او انه بعد ما يعمل الإجراء يرجع يشتكي من بعض الحاجات زي شعر بيقع مش عارف بشرتي مش عارف جراحة دي مشكلة نزول الوزن السريع بما لهاش علاقة بنوع الجراحة بنوع الجراحة اه دي مشكلة نزول الوزن السريع وان المريض ده غالبا مش بياخد بلانس دايت ومش بياخد فيتامينس تمام بس خلينا نقسم المشاكل بيدعم بعضها لكن انا بتكلم دلوقتي لو انا هقول ايه نتائج الطي لو اختارنا المريض الصح بالتكنيك الصح هاي زيها زي التكميم واللي اتنين مشكلتهم ان احنا دي عمليات تقييدية انا بقوم بس بتقليل الكيمياء اللي يقدر يتناول على المريض طيب انا دلوقتي دي كوباية لحضرتك وقلتلك دي اللي هتقدر تقلها كويس ممكن تملى الكوباية دي عصير مليان سكر ممكن تملاها مية ممكن تملاها بروتين ممكن تملاها ملك شيك ممكن تملاها هوت شوكليت فحسب ما انت هتملى المعدة هيبقى النتيجة كويس يعني لو انت ورحت من ناحية السكريات ما هو ازمنك مش هينزل كويس وحتى لو نزل هيرجع يزيد هيرجع يزيد انا قلنا مش عارف انا قلت برضو مرة فاتت ولا لا ان تلاتة من كل عشرة بعد خمس سنين هيرجع وزنهم يزيد في العملات التقييدية انه ما بيالتزموش وما بيحافظوش وبيفضلوا بنفس نظامهم وكان فيه اشاعة كده او اخوة يعني انا بقول عليها اشاعة لانها مش صحيحة مية في المية هي جزء من المشكلة بعد التكميم او الطي اتساع المعدة يقولك اصلا المعدة اتسعت ووسعت ومش عارف ايه كده كده المريض المعدة بتريح بعد فترة واجبته بتزيد شوية فعشان كده لازم نقعد نقول العيان ما تقلقش من النقطة دي لكن حرص لان فيه تلاتة من كل عشرة بيعملوا عملية هيرجعيز يزيد ودنهم فانت لازم تحرص كويس و لازم تفضل واحد بالك طول الوقت من نوعية اكلك وما تفتحاش على البحري وانها خلاص بقى المشكلة التانية ان العادات الغذائية بتاع المريض لما تبدأ تختلف مع مرور وقت المريض بينسى هو كان عامل العملية ليه فبيبدأ يروح ناحية السكريات لان بيحصل عنده شوجر كريفن كده هو عايز ياخد سكريات ليه سكريات دي حاجة لطيفة جدا ما بتتعبش المعدة بتخدم بسرعة جدا وبتديله طاقة ومبسوط ولطيف كالحاجة بيبقى مبسوط فعلا فبيحصل لهم شوجر كريفن بعد فترة هو نسي كانت المشكلة في البداية اللي خليته راح يعمل عملية ويتعرض لمخاطر ويتفع فلوس فعشان كده بنعود نقول لهم خلوا بالكم الموضوع ما تحلش المريض سنة مفرطة هيفضل طول عمره مريض سنة مفرطة حتى لو وزنه نزل هو معرض ان هو يرجع تاني يزيد في الوزن يعني عنده استعداد ده الشخص اللي عنده حد في قصرته وكان عنده الحاجة دي هو عنده استعداد المحتمال ووزنه يبقى زايد بعد كده اكيد اكيد بدخل ده شخص ووزنه كان زايد وعمل العملية ويرجع ملتزمش باللي كان فيه قبل كده خمس سنة حرجت تقولها يرجع ويمكن يرجع اسوأ بأضعاف مضاعفة كمان يمكن انا هستطرق بقى في المقطة دي هي الفكرة كلها دايما لما بنجي نحكم على عملية بنحكم بالنتائج اللي على المدى الطويل مش على المدى القصير اللي على المدى القصير دي كل المرضى هيخصه كل المرضى هيخصه لكن لما نيجي لحسب بقى عشان كده الساسي لسه عليها علامات استفهام لحد الوقت لانه ما فيش حاجة على المدى الطويل انا مقدرش احكم بعد 10-15 سنة مريض ده شكله عامل ازاي فانت لما تجي تبصر التكميم النتائج بتاعة المدى الطويل ظهرت الطي انا في تجربتي انا مثلا وتجربة تاليبور في ايران تجربتي انا المرضى لحد النهاردة امورهم كويسين واحد والاثنين اللي رجع وازنهم زاد من اصل العينين اللي احنا كنا عاملينهم والباقي محافظ وماشي كويس جدا يمكن في الرجالة الكام الراجل اللي احنا عملناهم في الرسالة اغلبهم رجع ازايات الوزن لانه هو يعيه لاغبط الدنيا شوانا بس التاتل تحاول تحافظ قدر المستطاع قدر المستطاع لانهم كانوا كلهم اعلى ابهم سنهم صغير وكان عندهم مشكلة والمشكلة تحلت فكملوا على كده فالتاليبور قال ان الدنيا زيها زي التكميم امست برضو 3 من كل 10 بيرجعوا يزيدوا لو حصل حصل مشاكل فيه سلوخيات وطريقة اللايف ستايل والمعيشة تحت العملية الاشهر والابرز على مدار الفترة الاخيرة فيه جراحات السمنة هي عملية تكميم المعدة اعتقد ان هي بتتطور حتى الجراحة نفسها واجراء الجراحة بسمع كده انه بتتطور او بشوف معرفش هل ده صح ولا غلط هي جراحة التكميم المعدة وهل تطورت عن قبل كده ولا لازالت بنفس الطريقة وبنفس التكميم المعدة اكيد ما فيش حاجة في الدنيا يعني كل حاجة بتتطور وبيتظول في يوم بعد يوم تكميم من 20 سنة كانت عملية كبيرة ده لا ده عملية زيها زي المرارة اه مشاكلها في مشاكل بالحاف منها برضو في نقطة معينة لكن هي في الاخر بقت عملية ديلي الروتين بتتعامل ارقام كبيرة جدا في مصر وفي العالم التكنيك بالمنزار زمان كانت مشكلة تم معضلة وكان الدخول جراحة المعضير دي حاجة يعني صورة في عالم الطب نحن دلوقتي خاص بقى الأساس في الراحات هو المنزار فنحة صغانطوطة كده اه فتحات صغيرها ولطيفة واحنا دلوقتي حتى بقينا يعني في التكميم كان الأصل خمس فتحات دلوقتي بقينا بنقلل حجم الفتحات وعدد الفتحات بنعملها من أماكن مخفية شوية ما هو زي ما نسيبش أثر ما نسيبش شكل اه تكميم البكيني ده مثلا احنا بنعمله منين من فتحة في السر مش بينا من داخل السر ومن فتحتين في خط التجيني فعمرهم ما يبانوا خالص فعمرهم ما يبانوا لكن دي مسلا عملية تقريبا الفتحات تبقى سنتي لسنتي ونص اه اه وإحنا زي ما أقولك احنا بنختار الأماكن المخفية وده تطور لكن في أوزان ما ينفع عشان نعمل معاه في الآخر الأمان أولى ايوه سيفتي كمز فرست دونو هار مش هتأذي العيال لو اللي أنا هعمل له فتحات تجميلية ومش هارف إيه عشان خاطر هو يتبصل بشكل الجرح هاي زيه أكيد مش هعمل طلق يعني حتى أنا المبدأ بتاعي في التكميم البكيني أغلب الجراحين لما بيجي أعمل حاجة ده بروسيديور اوبشنال فبيبقى عليه فلوس زيادة أنا لأ بقول العيان وده اتعلمته من أسان زيتي والله الدنيا مشيت وعرفنا نعمل لك التكميم البكيني كان بها معرفناش خلاص هي نفس الفلوس يعني في النهاية مش النظرة المادية للإجراء ولكن هي النظرة لسلامة العيان أنه يخرج كويس أموره تمام بعيدا عن الكست أو التكلفة المادية اللي أنا ممكن أكون هي رقم واحد بالنسبة لي بالظبط دي رقم عشرة بالنسبة لي بالظبط كيس عودة للتكميم التكميم هو عملية من العمليات التقييدية وده بنستخدم فيه حاجة اسمها الدباسات الجراحية الدباسة دي عبارة عن آلة زي دباسة المكتب في الضبط فيه الدباسة طبعا دباسة ودبابيس فالجان اللي هي الدباسة دي بيتحط عليه حاجة اسمها علوة اللي هي الدباس يعني بنستخدمها الدباس دي بتدبس في ناحيتين كل ناحية ثلاث صفوف من الدباس وفيه سكينة بينهم بتقص ما بين الدباس دي بحيث أنها تقفل الجزء المستقصل والجزء المتبقي داخل جسم الإنسان بنقص المعدة على شكل طولي اسمها القص الطولي للمعدة بحيث أنه يتبقى فقط حوالي 20% من المعدة وبنصقص الـ 80% من المعدة والجزء المتبقي ده بيبقى شكل كوم فعشان كده جاء اسم التكميم السليفي يعني وفي أجزاء مهمة جداً لازم نرعيها الجزء الأهم وده الأشهر عند أغلب المرضى اللي هو قبة المعدة اللي بتفرز هرمون الجريلين المسؤول عن الجوع وده بيتم استقصاله كلياً والجزء الثاني اللي هو عند منتصف المعدة عند منطقة اسمها الإنسزورة أهم حاجة المنطقة دي ما تبقاش دقيقة عشان ما يزودش فرص التسريب والجزء الثالث اللي هو عند نهاية المعدة واتصالها مع الـ 12 اللي هو الأنتروم وده لازم يتساب بتساعة معين عشان خاطر المريض ما يحصلوش مشكلة القيء الكتير بعد الإجراء بعد إجراء الإجراء حصلت طورات في السيف آه حصلت طورات في السيف ومحاولات كتير إن احنا ما نخليش المعدة توسع وده مبني على الإشارة اللي احنا تكلمنا عنها إن هو تمدد المعدة هو اللي بيؤدي فقط إلى زيادة الوزن لا الأصل في الموضوع هنا ناخد منها تصريح أن الأصل مش في الكمية اللي انت بتاخدها لمعدتك النوع الكمية اللي انت بتاخدها هي اللي فيها مشكلة يعني ممكن كوباية قد كده فيها ألف كالوري واحدة تانية فيها سبعة تلاف كالوري مئة ألف على حسب يعني دايما فيه الكحك والبسكوت والحاجات اللي كانت موجودة قريب دي وفي رمضان ومش عارف إيه ممكن حد يقعد يتسلف في طبق كحكة أو في طبق بسكوت فيه كم من الصعرات الحرارية اللي كفيلة نيتزودك في قعدتك دي أربعة خمسة كيلو ومحدش مدركة والمعدة الصغيرة دي هتستوعبها هتستوعب الحجم ده يمكن الكحك والبسكوت والحاجات دي تقيلة شوية فالمريض برضو هيستعشف المشكلة إنها فيه جاتوهات بقى وشوكولاتات ودبسيهات وشبسيهات كل الحاجات دي مليانة كالوريز ومليانة دهون مشبعة ومليانة فيرجع عشان كده احنا بنقول تغييرات السلوك هي الأصل فيه يرجع الوزن تاني مرة تاني وهل المريض ممكن يرجع الوزنه اللي كان عليه قبل عملية كاملا آه ممكن يرجع الوزنه كامل بعد العملية إذا ما التزمش لو ما التزمش نيجي بقى العوامل تانية مساعدة بقى لقصة عدم الالتزام دي أصوات بيته زادت أصلا معدود تمددت أصلا العملية كانت معمولة غلط من الأول وفيه جزء واسع من المعدة ساب جزء من قبة المعدة أو كده عشان كده احنا بنأكد على ان احنا بنشيل قبة المعدة دي كاملة لان دي أكتر جزء بيتمدد في المعدة وبرضو في الطائق نفس الكلام بنعمل قبة المعدة دي تماما بتختفي كأنها مش موجودة عن طريق الكشكشة لان الجزء ده مهم أو انه مش بس عشان موضوع الهرمون الجرال لا ده عشان ده أكتر جزء ممكن يتمدد في المعدة احنا بنعمل في المرضى اللي وزنهم بيزيد بعد فترة بنعمل حاجة اسمها إياس حجم المعدة عن طريق عن طريق أشعة الخيولية لحجم المعدة وتركيب مرة أخرى بتقنية 3D والثلاثية الأبعاد ونيس حجم المعدة بنلاقي فيه أحجام كبيرة شوية لكن مش عمرنا ما هنوصل لحجم المعدة الطبيعي يعني هنا نتكلم حجم المعدة الطبيعي من 1000 إلى 1500 سنتي وحجم المعدة بعد التكنين بتبقى 150 سنتي يوم ما بتتمدد بتبقى 300 ملي أو 300 سنتي عمرها ما ترجع 1500 عشان كده نقطة تمدد المعدة هو سبب زيادة الوزن ده نقطة مشكوك فيها جدا الميا عشان كده ظهر برضو قصة ان احنا عايزين نخلي المعدة ما توسعش في ناس قالت المشد سليف احنا هنلف شبكة حوالين المعدة عشان ما توسعش التكميم المعدل ووضع حزام حوالين المعدة أو الباند دي عشان خطر ما توسعش فيه اجزاء تانية ما لهاش الباند لا ده احنا هناخد غرز تغليفية الغرز التغليفية دي في الآخر انت سايب المعدة واسعة فالغرز التغليفية دي انت تاخدها مثلا هي هدفها اللي احنا بنعمله احنا بنعملها بهدف واحد فقط اللي هو التقليل من نسبة المضاعفات النزيف والتسريب ده اللي احنا بنعمله الرتيل إنما فكرة الغرز التغليفية عشان المعدة ما توسعش انت في الآخر واخد على الجنبين بتوع الدهابيس أو صف الدهابيس وبقية المعدة متسببة ممكن تتمدد برضو فكل دي محاولات لإصلاح شيء مش هو السبب اه انت بتقول ان السبب انت بتحاول تصل لحاجة مش هي السبب الرئيسي في المشكلة المشكلة نفسها فيه نوع الحاجة اللي الشخص بياخدها بعد إجراء البيع نوعية الأكل نفسه يعني ممكن يقولك أنا أكلت ساندوتش صغير كبه جوه ايه؟ مربة بقى حلاوة مربة وحلاوة حلاوة طحنية بالمجسرات نوتيلا اه حاجات زي كده اه فيه النازل تعمل ساندوتشات نوتيلا دلوقتي ما شاء الله يعني ساندوتش قده كده ايه ده ينوب مسترغيف يسألوا بقى جوه ايه؟ اه في حتة ساندوتش ده كده المعدة قبلتها ولكن زودت الحجم مرة في التانية في التالتة في الرابعة الوزن بيزداد وبيكبر لكن فيه نقطة بقى اللي هو التطور الحقيقي بقى فيه تكميم المعدة لو احنا نتكلم مثلا على الناس النسليف وده يمكن عملناه برضو في طاي المعدة انه هو ببعض الاحيان المريض بيبقى مش عايز يعمل تحويله تحويل مصغر وهو عنده رتجاع في المريق فبنضطر نعمله حاجس مع الناس النسليف اللي هو بنصلح فقط الحجاب الحاجز ونعمل سمام من قبة المعدة حوالين الجزء السفلي من المريق ونكمل بقية المعدة تكميم ويمكن بنعمل الكلام ده مع طاي المعدة برضو واسمه طاي المعدل التطور اللي حصل الرهيب فيه الدباسات والدباسة على وجود الدباسة الزكية يعتمد نوعك الدباسة ما احنا اتكلمنا في النقطة دي مرة الفاتت وليدي شركتين كبار لا بعينها عن الشركتين نوع الدباسات اللي الشركتين دول بينتجوهم دلوقتي حصل فيهم تطور طبعا يعني انت لما تتمسك دباسة من 10 تنين لما تمسك دباسة دلوقتي لا الكواليتي نفسها والبروس اللي موجودة جوه والاداء بتاع الفرنج بتاع الستيبل لاي نفسه لا الوضع مختلف في تلوقتي وجود مثلا حاجة زي تراي ستيبلر حاجة اسمها تراي ستيبلر دابيس ثلاثية بطريقة معينة بحيث انها تقلل النزيف وتخلي شكل المعدة بعض القص شكله احسن ومعاملات الامان اكبر وجود الدباسة الزكية وان كانت تفرق كتير او يعني بس ما هي حاجة بالاخر بتقيس في اي نسبة زكايا لا هي بتقيس فيها سنسور بقيس سمك التاشو اللي جواها النسيج اللي جواها وعلى اساسه بتختار قد ايه حجم الدبوس بعد اللي هو بنسميه الفوت لانس اللي هي هتستخدمه يعني ده مفيدة مفيدة بس مش في بلد زي مصر مثلا هي مفيدة في اماكن تانية احنا بالاخر بنقلل التكلفة على قد ما نقدر فديها تيجي تفتح التكلفة جدا هتفتح التكلفة بشكل كبير طيب دكتور محمود في ناس زمان كان حد من اسرتهم من عشر سنين مثلا اجرى جراحة من جراحات السن وبعد ما اجرى الجراحة يا واسط مزاد يا حصلت له بعض المضاعفات النهاردة هو وزنه زايد وعايز يعمل هذه الجراحة خيف حاسس انه ممكن يحصله نفس اللي حصل لو انا حابب اتدله رسالة او اطمنه في التطور اللي حصل انه مش هيخليك وانه زمان من عشر قم مصراشر عشرين سنة ما كانتش نفس التكنيكات اللي بنستخدمها دلوقتي هي هي نفس التكنيكات القديمة اقوله دي هو انت قلت اللي فيها يعني اللي هو اغلب العينين اللي بيقولنا دلوقتي اللي عملهم عملية تصحيح ممكن انا دايما في كل مكان بقول ان الايرا اللي جاية الفترة اللي جاية دي هتبقى فترة عمليات تصحيح جراحات السمنة اللي اتعاملت قبل كده بطريقة فشلة يمكن كان فيها عمليات سمات تدبيس او البي بي جي ويمكن لما حابوا يجملوها سموها عملية الفراشة حاليا ودي عمليات مش مؤترف بيها في اي حتة حتى في الصلاة بتعبتنا يعني مش مؤترف بيها في اي حتة فعلا خلاص يعني هي عملية اثباتت فشلها تماما وتوقفت في العالم كله وما عادة عندنا في كم مكان كده عمليات الفراشة الفراشة دي تحوير لها لكن في الاخر هي نتائجها معروفة موجودة وناس كتيرة موجودة بس انهم كل العينين بيروحوا يعملوها ويقولنا احنا بعد خمس سنين نصلح حالهم وانا عملهم عمليات اصلاح يعني نعمل اكس كده على الفراشة انتي مش هتبقى فراشة هم بيحطوا له اعلان اعملي عملية الفراشة هتخس في الاول هتخس في الاول بس هكي مش هتبقى فراشة بعد كده يعني خلاص فالمرضى اللي عملوا التكنيج ده من الجراحات زمان اغلبهم بيرجع يزيد في الوزن يعني او يبقى عنده مشكلة بقى انسداد او ما الى ذلك بيقولنا نعمل عملية تصحية فاحنا هنعمل تكنيج صح مؤتمة دولية وهينزه ان شاء الله الجزء التاني الكبير اللي بنعمله عملية تصحيح الناس المركبة بانت الحزام المعدة بيقولنا نشي الحزام المعدة نعمل تكميم بعدها او تحويل مصار حسب الوضع وحسب اخطيار المريض وحسب الانسب للمريض الجزء التالي بقى العمليات بتاعتنا بقى اللي هي الرادي متطورة زي تكميم المعدة اللي معمول صح لان في جزء منهم مش معمول صح اللي هو متساب فيه قبة المعدة اللي هي المشكلة الرئيسية اللي ممكن اه زي ما قلتلك فده ساعتها لو هي اساسا مش معمولة صح ممكن نجرب ان احنا نعمل تكميم مرة تانية لو المريض خلاص مش موافع على القصة ده وده الاصلح ان هو يعمل تحويل مصار بقى خلاص احنا هناخد نوع تاني من العمليات ويمكن ده يودينا للجزء التاني من انواع العمليات فعمليات التصحيح بتحتاج كونسلينج كويس قوي مع العيان انا انا اعود اتكلم معك كويس جدا وعرفوا ان من السبب المشكلة بس ان انت عملت عملية غلط لا شب المشكلة فيه جزء منك انت لازم تغيره لازم تغيره ويبقى فيه عملية تغيير سلوك ويمكن فيه ناس دلوقتي بدأت تشغل القصة دي في تغيير سلوكيات المرضى وبدأنا ندخل فيه فريق العمل بتاعنا ده كتر التغذية بحيث ان هم يتاك اوفر الجزء ده من ويبدأ يتابع مع العيان ويغير ويحور فيه البلان بتاعته حسب المريض فالمرضى اللي هيقبله على جراحات تصحيح لا ده محتاجة حلقة كاملة نوعا نتكلم فيها كتير جدا الحلقة اللي جاية نتكلم عن باقي انواع الجراحات اللي سبنا وممكن ناخد شوية كده عن الناس اللي عملوا اجروا جراحة جراحة قبل كده والجراحة ما كانتش نتيجته افضل حاجة نظرا للطريقة او التكنيك اللي اتعمل بيه قبل كده ولكن دلوقتي مع تطور التكنيك وتطور طريقة الاجراء نفسه ومهارة كلما ادمت الجراحة نفسها كلما مهارة الاطباء بتاعك وان ان انت هتلاقي ارقام برضو يعني جزافية كده بتكتب وعمل عشر تلاف عملية هو لسه يعني مع اقصائي مثلا عمل عشر تلاف عملية امتى في زاكرته بالزبط يعني في زهنه اكيد لو هو عمل عشر تلاف عملية اكيد ده انسان قويس واكيد ده انسان شاطر وعنده خبرة كبيرة جدا 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 كلما زادت خبرة الجراح كلما كانت نتيجة العملية افضل واقمن وانا بركز على اقمن دي لان دي حاجة مهمة جدا لكن برضو انت خليك عقل وانت بتسمع الكلام كده يعني العشر تلاف عملية دول يتعاملوا امتى مالوش عشر تلاف يوم في الجراحة مثلا شغال بقاله سنتين ثلاثة مثلا مالوك مكانش عشر تلاف يوم في العملية في الجراحة فليه بقى في عشر تلاف عملية يعني امو الف مية وزاود وصفرين لكن الناس بتوع الماديا بقولوا انت مش هتخسر حاجة لما نحط الرقم مثلا انت مش هتقولهم لا يعني الرقم لازم يبقى فيه مصدقية يعني مصدقية عشان انا ماخسرش احترامي لنفسي في وقت اه يعني ان انا اعملت 200-400-500 حالة واكتب انا رجل مدرس في الاسر عيني الحمد لله عملنا حالات كتير حتى لو مش في الحالات الخاصة او عيات الخاصة او المركز او المستشفى في الاسر العيني اعملت رقم كبير جدا بس مش دل الفيصل هو نوعية الاكسبوجر بتاعك هل انت مجرد جراحة تعلمت تكميم وتحويل مصار بس او تكميم بس يعني اغلب القصة بتمشي تكميم بس لان ده تكنيك سهله بتاع ولا انت اساسا جراح بتشتغل منازير كويس وجزء من شغلك في المنازير الكويس ده جزء التكميم السمنة المفروطة وهو ما بيلغوا كل حاجة وبيركزوا على نوع واحد من الجراحة بيشتغلوه يعني عشان كده انا دايما تلقيني في الاسلوجنز بتاعة الدعاية بتاعتي على فيسبوك بقول الجراحات السمنة مش تكميم بس يعني في جراحات السمنة اه جراحات السمنة والجراحة العامة بشكل عام اعتقد انه تميز الجراح ايده نياته اقاف اكتر من حاجة اه هو مش تميز الجراحة ده شرط اساسي في الجراح شرط اساسي إن هو بيعرف يعمل جراحة عامة كويس لأن المريض ده لو لا قدر له حصله مضاعفة واحتاج فتح بط هنا بقى نقطة كويسة جدا يعني نقول للعيان دلوقتي إنه شرط أساسي في دكتور الجراحة السمنة إنه يكون جراحة شاطر لازم يكون جراحة شاطر لازم يكون جراحة شاطر جراح عام شاطر وقلنا الكلام ده المرة فاتت إن الجراحة السمنة دي جز من جراحات المناظير اللي هي جز من الجراحات العامة ولازم الجراح مر بالتدريب ده بالترتيب ده آه بالترتيب آه عشان خاطر ويتعرض لطوارئ ومع ذلك لأن في الآخر المريض ده مريدي من أول ما بيطخل بقى بيئاتي لحد ما يخرج لبيتهم سالم غانم إن شاء الله إن شاء الله فأنا بفترض سيتيواشن إن المريض ده حتاج إكسفوريشن تفتح أكيد مش هروح جيب جراحها أكيد طبعا لو أنا ما عنديش خبرة الأسلم من عيام أه أكيد بس لكن أصحب إن أنا أبقى عندي القدرة والخبرة الكافية لأن أنا أتعامل مع المواقف دي ويمكن إحنا في مضاعفات ودي هنفرد لها حلقة إن شاء الله آه عارف إن إنت عاستيكلم عن المضاعفات اللي ممكن تحصل وإزاي كمان نتجنب المضاعفات دي هنتكلم على إن نتائج المرضى دولي اللي بيتعرضوا المضاعفات وده شيء ويرد بيتعتمد بالأساس على حاجتين مهمين أو ثلاث حاجات مهمين أوي إن أنا أكتشف المضاعفات دي بدري إن أنا ما بقاش عندي دي نايل وإنكار إن المريض ده عنده مضاعفة وإن أنا هتعامل معاه صح ده هنا هنا زكاء مش بس مهارد جرح هنا زكاءه في كافية التعامل مع المشكلة في بعض الناس تحصلوا مشكلة هو بيبعد نفسه عن الموضوع ككل ويبدأ ياخد العيان في حتة العيان مش فاهمها ومالوش علاقة بيها خالص يمكن تواجدنا في الأسر عيني بيخلينا نشوف مواقف غريبة كده لأخلاقية لأن الدكتور بيقفل تيفوم ته خلق مش هتعرفه صدق أنا مسافر أنا دخلت عزل في الكورونا أنا ماسك العزل مش عارف فيه ويسيب المريض دي يعيش حياة كل مريض ما بقاش قدامه غير الأماكن الكبيرة زي الأسر عيني بييجي وطبعا ده مكان يعني أبو المرضى يعني فما يقدرش يرفض حد وبي نستقبلهم ونتعامل معهم على أحسن شكل إن شاء الله إن شاء الله والمرضى بيخرجوا بسلام وأمان لكن فيه مرضى بيجوا متأخرين للأسف لأن الدكتور بيبقى عنده شوية دينايل وإنكار لأن المريض فيه مشكلة كويس حلقة تانية هنتكلم فيها عن مضاعفات ونتكلم فيها عن باقي أنواع عمليات السمنة ولكن قبل ما أختم حلقة النهاردة من برنامج العيادة النصيحة اللي دكتور محمودي يحب يقولها للمرضى وهم بيختاروا جراحة مناسبة بالنسبة له إن أنت ما تجيش مبرمج يعني لما تجي الإيادة ما تجيليش مبرمج على عملية معينة بتبقى سألت في محتة واثنين وثلاثة واربعة فكله قال لك مثلا تكميم فأنت جاي عايز تعمل تكميم فهتتفاجئ مثلا أنها بقولك لا أنت مش مناسب لك التكميم فكل لما كنت مليابل وليل في اختيار النوع ولما نقعد نتناقش ونعمل كويس هتلاقي إننا مشيين في الطريق الصح إنما كل لما كنت بقى خلاص أنا جاي السوبرماركت أختار تكميم النتيجة مش هتبقى كويسة إنما أنت جاي لطبيب بتستشيره مش تفرض عليه نوع عملية معينة يعملها لك في الآخر اختيارك هو الأساس ودائما أنا أقول إن الطبيب دوره النصح الطبي يقدم أو يبزل النصح الطبي للمريض والمريض له القرار الطبي كويس طور محمود علي مدرس وسشارك راحل عامة بكلية طب جامعة القاهرة أنا بشكرك شكرا شكرا جزيلا شكرا 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 في كل مكان إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامجكم برنامج العيادة أشوفكم في عيادة جديدة وموضوع جديد يوبي الثلاثة إن شاء الله تعالى وإلى أن ألتقي بكم مرة أخرى لكم مني كل التحية والتخدير أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر